السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم وكل عام انتوا بخير وشهر عليكم مبارك والله يجعلنا يا ربي من صوامه وقوامه شهر رمضان بدأ ووصفاتي معاكم في الشهر الفضيل رح تبدأ رح نلزل ان شاء الله ثلاث وصفات ممكن اكثر خلال شهر رمضان اسبوعيا ان شاء الله فخلوكم معاي وخلوكم تابعيني فيديو اليوم او اول فيديو في رمضان رح يكون فتحة خير لان نتعاون مع القناة الرائعة والمبدعة الرسامة نورس ستار قررنا انا وياها ننزل جزئين في الفيديو الجزء الاول رح تكون وصفة سريعة انا رح تسوي لكم مالح اللي هي بيتزا في عشر دقائق وهي رح تسوي لكم حلو في عشر دقائق والجزء الثاني رح تكلم لكم اياه في نهاية الفيديو الحين رح نبدأ بالبيتزا ورح نبدأ بالمقادير رح نحتاج الى زيتون وففل رومي وصلصة البيتزا سبق وصويتها لكم في دقيقة معالا رابطها تحت في صندوق الوصف ايضا رح نحتاج الى جبو موزرلا وتورتلا اول شي رح نجيب التورتلا ورح نمسح عليها صلصة البيتزا طبعا ممكن تستبدووا صلصة البيتزا لو كنتم مستعجرين بكتشب بعد كده رح احط زيتون والفلفل الرومي ممكن تضفون خضار ثانية فطر او اي خضار انتم تحبونها ممكن تضفون قطع الدجاج ما شوي ثم رح ارش الجبن ممكن تضفون جبن موزرلا او جبن تشدر بعد كده رح ادخل هالفرن عشان يذوب الجبن ويتتحمر التورتلا شوي تقريبا ربع ساعة على نار من تحت 180 درجة مئوية وبكده البيتزا تكون عندنا جاهزة جدا سريعة وطعمها مرة لذيذ جربوها وقولولي رايكم فيها تحت في الكومنت الجزء الثاني من الفيديو اللي اتفقت عليه انا ونورس رح نسوي عناية استعدادا للعيد انا رح اسوي لكم عناية اسبوعية ونورس رح تسويكم عناية يومية شاكوا الفيديو في قناتها علشان تشوفون العناية اليومية بالنسبة للعناية الاسبوعية رح تسويكم نوعين للبشرة الحساسة والبشرة العادية رح يكون ماسك بالاضافة الى مقشر رح نحتاج الى زبادي وترمس وشوفان بالنسبة لماسك البشرة العادية رح نضيف ملعقة كبيرة ترمس تحصلونه عند العطارين وملعقة كبيرة زبادي رح نخلطهم مع بعض ونضيف عليهم ايضا عسل وممكن تستبعدون العسل لو ما كنتم حابين رح نحركهم مع بعض وبكذا يكون عندنا الماسك المقشر جاهز تحطونه على بشرة نضيفة وتقريبا عشر دقائق ثم من قبلها تشولونه تقشرون فيه البشرة جدا جميل للبشرة ويعطيها نظارة وترطيب الماسك الثاني اللي هو ماسك البشرة الحساسة رح نحتاج الى ملعقة كبيرة شوفان نضيف لها ملعقة كبيرة زبادي وايضا رح نضيف عسل انا حب العسل في الماسك عشان كذا حب اضيفه فراح نركم مع بعض وايضا نفس الشاي رح نضيفه على بشرة نضيفة عشر دقائق الى ربع ساعات ثم من قشرة قبل انشيله من البشرة وبكذا نكون عندنا الماسكين جاهزين طريقتهم جدا سهلة ومفيدين للبشرة شاكوا على قناة نورس تقوموا رابطة تحت في صندوق الوصف وشوفوا وصفة الحلو وشوفوا العناية اليومية اللي رح تسويها لكم احبيت الفيديو لا تنسون تنشرونه وتدعموني ولايك وسبسكرايب لو ما كنتم مشتركين في قناتي احبكم ومع السلامة